خلونا أخد معنا أيضا على التليفون ألا؟ فينا يا جماعة؟ عمري بك درويش سات النائب المحترم صديق العزيز زكا سات النائب عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ بخير والله الحمد لله كلمتك كانت منورة النهاردة والله العظيم الله يباري فيك واسمح لي بس الأول أحييك على المقدمة المتميزة انت كلمت عليها في مسؤالة الشابية الرياضية وإزاي أن احنا بنوع لي من قيمة الوطن بغض النظر عن الانتماث الكروي يعني خلينا نستمد من الروح اللي كان عليها الشعب المصري والجماهير الكرة المصرية وفرقنا في بكتورة أفريقيا ونتمنى أن تستمر هذه الروح لأطول فترة ممكنة ويريد لو إحنا بتشوف هذه الروح يعني اللحمة الوطنية والتكاتف والحماس والرغبة في رؤية مصر وهي بتنجح على المستوى الكروي لو إحنا شفنا الكلام ده على كل الملفات اللي إحنا بنتكلم فيها أكيد مصر هتكون في مرحلة أفضل بكتير من المرحلة التي توجد فيها الجوالي طبعا أنا أحييش على المقدمة المتميزة يا ربي خلينا وأتمنى أن الجميع بس يتسم بالروح الرياضية ده اللي إحنا محتاجينه دلوقتي اللي إحنا نتكاتف أكتر ما يبقى فيه خلاف أو تنزع نحن نقصين فرقة خلي الناس تتلمى مع بعضها شيء صعب حبتي طب سيادة النقب باعتبارك أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالمجلس ومن ناحية أخرى فأنت عضو لتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين فأنت جزء من التمثيل الشبابي في المجلس كيف ترى تعديلات اليوم إلى أي مدى تشعر بالرضى حول هذه التعديلات أيضا أنا بتكلم مع دكتور جمال فقال لي اللي جاي إن شاء الله هيبقى تعديل القانون 27 صحيح من سنة 2018 أيوة إن شاء الله شوف خلينا أقولك أن الجلسة النهاردة بصراحة كانت جلسة متميزة صح يعني جلسة تاريخية إزاي النهاردة أن المجلس توافق على مسألة امرار تعديلات مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري وإزاي أن المجلس النهاردة أرجع قانون التعليم إلى الحكومة رفضا يعني ده التنوع اللي احنا بتكلم فيه المسألة هي ليست تأييد مطلق ولا معارضة مطلق صح لكن ما يرتقيه المجلس في مطلحة الوطن يعني بيندفع بقوة وبحمس لإنهاءه وما يرتقيه أنه يحتاج إعادة مرة أخرى للدراسة والفحص بنرجعه تاني للحكومة لو إحنا هنتكلم على مشروع الشهر العقاري في الحقيقة هو خطوة مهمة ولكنها تستدبع يعني خطوات أخرى بالمناسبة لكن خلينا نقول النهاردة أن اللي حصل النهاردة ده مكسب كبير جدا لمسألة تسجيل الثروة العقارية في مصر يعني حلحلة لوضع من الركود والتأزم خلال عقود طويلة جدا في فلسفة أن أنا النهاردة هل أروح أسجل العقار بتاعي بملكيتي في الشهر العقاري ولا كنت مكتفي بالمجرد عقود صحة التوقيع النهاردة أقدر أقول أن المواطن يستطيع بكل سهولة ويسر أن هو يروح يسجل العقار بتاعه سواء كانت شاقته أو بنايته أو محله أو فيلته أو محل سكنه بشكل أكثر يسر أكثر سهولة دون تعقيدات أن كانت موجودة قبل كده في القانون التعديلات اللي حصلت النهاردة هي في الحقيقة أنا بشوفها أن هي متماشية مع اتجاه الدولة لحالة الملفات المتأزمة النهاردة لأول مرة بنشوف تطوير في مسألة كمان تسجيل الشهر العقار بنشوف النهاردة أن حلينا مشاكل كتيرة جدا زي فصل أداء الضريبة ضريبة الصرفات العقارية عن التسجيل قدر تروح تفجل وبعد كده نشوف مسألة ضريبة الصرفات العقارية في الحقيقة دي كانت من أهم الملاحظات اللي موجودة النهاردة وكانت مصار حديث أنك أنت النهاردة وانت بتتكلم على قانون الشهر العقاري كان من الأوجب أن يتم التكامل ما بين بيئة القوانين زي التصرفات العقارية وقانون المحامة زي القانون اللي اقترخنا إليه اللي هو 27 سنة 2018 المختص بالمجتمعات العمرانية لكن خليم أقول لك برضو بهذا القدر أقدر أقول لك أن إحنا برضو يعني ماشينا على الطريق السليم أن إحنا نصحح هذه المنظومة اللي كانت غيبة عن الاقتصاد الرسمي للدولة اللي مكانتش ناس كتير تعرف عنها حاجة اللي كانت للصعوبات اللي بيجوها في تسجيل العقار أو الشقة المنلوكة أو السكن يعني أو حتى كمان التجاري كان بيقابلهم عقبات كتير النهاردة بالتسهيرات اللي احنا بنقولها دلوقتي واللي قال هضيفك الكريم من شوية يعني الخلاصة أنه يستطيع الآن المواطن المصري أن يذهب لتسجيل العقار وبشكل أكثر يسرا وتسهيلا مما صبع في بعض المعوقات والملاحظات آه طبعا يعني إحنا كنا بنتكلم النهاردة على فلسفة تجهيز العنصر البشري هل موظفين الشهر العقاري أصبحوا مؤهلين لهذه الخطوة الإلكترونية ومسألة التحول الرقمي أو لا النهاردة كنا بنتكلم يعني أنا بحاول أوجد لك يعني الصيغة النقاشي اللي كانت موجودة النهاردة بقدر ما احنا بندفع العجلة لقدام لكن مجلس النواب ينتبه أيضا ووصل إلى الحكومة ومعالي وزير العدل أنا بحيي النهاردة على يعني مناقشاته يعني قدروا يوصلوا للتحفظات اللي كانت موجودة على عديد من النواب اللي كانوا موجودين النهاردة صحيح لكن كخطوة إيجابية خطوة إيجابية نسمي جهود الحكومة فيها نسمي جهود الحكومة فيها محتاجين شغل تاني لسه محتاجين شغل تاني كتير برضي طيب سات النائب أو عمر على طول بقى ما عليش استأذنه بالوقت إحنا دايما نتكلم عن إحنا في مصر لدينا ثروع عقارية وفي نفس الوقت إحنا قاعدين بنفكر كلنا دايما في أنه إزاي أقدر أشتغل في وقت من الأوقات على تصدير العقار المصري وبالتالي أقدر بعد كده أكتذب ناس بتجيلي من كل حتة مش بس من عند الأشقاء العرب لكن ممكن يجيلي من أوروبا ومن أمريكا وبلاد تركيا بالأفيال ويشتري عقارات عندي في مصر هذا القانون أو هذه التعديلات اللي حصلة من شأنها إنها تساعد على ذلك وهنا هو جي سؤالي إنه هل أنا النهاردة أقدر أقول أو إن أنا أصبحت على بداية الطريق إن أنا حول العقار إلى ضمان اقتماني ما هو لو تسجل يبقى أنا كده أصبح فيه بجد عندي صروة أقدر بعد كده أحول العقار إلى ضمان اقتماني يوسف عنده بيت بس مثلا عايز مبلغ علشان واحد اتنين تلاتة اربعة زي الناس بتاع ببارة يقولك هاخد مورجج على العقار بتاعي أقدر النهاردة أروح للبنك لما يقر أو تقرر لأحد تنفيذية النهائية لهذا القانون أقول له أنا بالعقار بتاعي المسجل أنا عاوز أحوله إلى ضمان اقتماني طيب هو طبعا آه ده ينفع ينفع لكن أنت بحاجة عايز إلى تعديلات لنا بقى أيوة بالقرارات والقوانين عشان تتماشى مع هذه المنظومة يعني قبل كده لما كان المواطن بيروح بالعقد بتاعه يقول أنا عندي ملك وعايز يعني أعمل عملية اقتمانية كتير بروك بترفض آه لكن تسجيل النهاردة الثروة العقارية وإحنا بسميها ثروة طبعا عقارية نستطيع من خلال بعض التعديلات بقى اللي زي متحك في تكامل القوانين مع بعضها نستطيع أن إحنا المواطنين يقدر يروح بهذه الثروة العقارية نستطيع أن يحصل على آه يعني تمويل آه مالي صح يعني زي ما أنت قلت إحنا في بداية لنسه الخطوات لكن دي خطوة مهمة مهمة جدا أنت حلحلت الوضع الراكد بتحط دوقتي الثروة العقارية في مصر كلها على الطريق الصحيح لاقتصاد الموازي اللي كان بعيد عن الدولة واقتصاد الدولة أيوه أصبح الآن يعني داخل الاقتصاد الرسمي للدولة كل بعد كده الأمور اللي هتظهر الملاحظات قانون 27 مسألة الحصول على ائتمام بنكي آه فلسفة كمان سرعة التسجيل واستقرار الملكية كل دي ملاحظات هنشوفها تطوير العنصر البشري آه الرقمنة والتحاول الرقمي يعني أنا قلت في بداية كلامي إن إحنا أخذنا خطوة مهمة لكن هي خطوة في مشوار لسه محتاجين نبزه فيه كتير فالجزة اللي حالي تفضلت قلت عليها دي هتحتاج إلى تعديلات لكن إحنا ماشينا على الطريق الصليم والصحيح عشان نصل إلى فلسفة الحصول على ضمارات ائتمانية بضمان الثروة العقارية صحيح أنا بشكورك جدا 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 كما جرت العادة في العالم وما فيما بيننا وبين بعض كده لما بنتقابل على حقيقي على طريقتك في المناقشة وعلى الطرح بتاعك دائما كل الشكر ست النائب عمر درويش أمين سر اللجنة أو لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية وعلى طرح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية